بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي مع بعض معي أنا دلوقتي سنة تالتة والسنة التانية هنبتدي مع بعض من حضرة تأسيم البكتيريا كنا استوقفنا في المرة اللي فاتت آخر حاجة قلنا من كليتشار بكتيريا ودخلين على جزء التالت بقى اللي هو كلاسفيكيشن أو بكتيريا في الحقيقة موجودة عندكم في صفحة من أول صفحة 38 أنا عندي ما حقق تلت جداول 38-39-40 في الحقيقة الجداول ديت هي عبارة عن عملية الكلاسفيكيشن أو بكتيريا للكتب مختلفة فأول حاجة اللي هو في صفحة 38 اللي هو كلاسفيكيشن أكوردنج تو بيرجز مانويل أو دي ترمينيتف بكتيريولجي 74 الكون إتال إحنا قلنا الديترمينيتف بكتيريولجي بيعتمد في التأسيم بيزدون مرفولوجي بايو كيميكال كاراكتريزيشن واللي أنا عايزك تعرفه في الجدول ده إن الكينجدوم بروكاريوتا لو في بروكاريوتا منقسمة إلى تو دوفيجن سيانو بكتيريا أند بكتيريا وبناءنا عليه الجدول اللي موجود هو الكلاسفيكيشن أو ديفيجن أو بكتيريا بس يعني أنا كنت حلفت نظركم إن أنا مثلا عندي في الجدول البارت رقم سبعة بيختص بالجرام نيجاتيف رودز عندو كوكاي البارت تمانية بيختص بالجرام نيجاتيف فاكالتاتيف أن ايروبيكس البارت رقم عشرة بيختص بالجرام نيجاتيف البارت رقم أربعتاشر البارت رقم خمستاشر البارت رقم ستاشر اللي هي البكتيريا اللي ما بكونش سبور أنا بس إحنا مش هنحفظ الجداول دي والحاجة بس زي ما قلتلكم أنا إحنا عارفين فأنا بس بحط إيديكم على الألفاظ المهمة اللي إحنا عايزين نعرفها فأما حاجة عندي تعرفون من الجدول ده إن ده بيرجزمان أوف ديترمينتف بكتيروجي أربعة وسبعين كاون وإن هو تقسمت إلى سيانو بكتيريا ثم البكتيريا وبناء على البكتيريا متقسمة إلى أو اللي هم التسعتاشر بارت اللي هم موجودين عندكم اللي إحنا قرينا بعضهم زي الحاجات الكومت بالنسبة لنا مين البصدف ومين النكتف طيب تاني حاجة اللي هو بيرجزمان أوف سيستيماتيك بكتيروجي أربعة وثمانين ستة وثمانين فوليوم واحد وفوليوم اتنين ميري إيتال هنا بقى ابتدى الخلاصفكيشن بتاع في السيستيماتيك بكتيروجي يعتمد على الملوك للكاركتيريزيشن وفي الحقيقة هو حتى لو يعتمد على الملوك للكاركتيريزيشن لو فتحنا الكتب هنلجد إنه هم برضو بيفرقوا بيفرقوا بيفصلوا ملوك للكاركتيريزيشن وبرضو بيبقى في جداول صغيرة للبيوكيمكال تيست عشان تفصل ما بين الكائنات فهنا عمل كلاسفكيشن قسم البروكاريوت هنا إلى أربع ديفيجن قسم البروكاريوت إلى أربع ديفيجن أول ديفيجن اسمه جراسيليكيوتس جراسيليكيوتس مع اللي هو هي جرام نيجاتف بكتيريا ومعناها اللي هي البكتيريا زادة الجدار الرقيق ثين سيل وول بكتيريا جراسيليكيوتس اللي هي جرام نيجاتف بكتيريا وهي ثين سيل وول بكتيريا الديفيجن الثاني فيرميكيوتس فيرميكيوتس اللي هي جدار البكتيريا ذات الجدار الصلب سيك سيل وول فور جرام بوستف بكتيريا والديفجن الثالث تينيري كيوتس قالك دي اللي هي البكتيريا عديمة الجدار عديمة الجدار ليك السيل وول وممكن هي البكتيريا تكون صوفت نتيجة للكلام ده الديفجن الرابع من دو سيكيوتس وهي خاصة بالأركي الأركي بكتيريا وهي بتحتوي على بريماتيف سيل وول في الحقيقة هنا لما نيجي البروكتيريوت متقسمة هنا إلى 17 بارت زي ما أنتم شايفين أو 17 سبدي فيجن بارت وإحنا هنقول اللي هما الحاجات اللي هي كومن بالنسبة لنا يعني بارت أربعة هو جرام نيجاتي اروبيك رودس أنتو كوكاي بارت خامسة فقلتتف ان اروبيك اند جرام نيجاتي رودس بارت ستة ان اروبيك جرام نيجاتي فرودس بارت اتناشر جرام بوستف كوكاي بارت تلاتاشر بارت اربعتاشر نانسبورينج جرام بوستف بكتيريا خمستاشر نانسبورينج جرام بوستف رودس يعني أنا بقرأ الحاجات دي لأن هي الكومن بالنسبة لنا يعني الحاجات التانية ممكن متكونش كومن بالنسبة لنا فأنا بركز على الحاجة اللي تكون كومن يبقى اذا عايزاكم من الجدول ده تعرفوا ان هو دي سيستيماتيك باكتيريولوجي آآ لميري وان هي البروكالو تقسمت اربعة ديفيجن وقلنا كل واحدة فيهم وقلنا خصائص كل واحدة فيهم وقرينا بعض البارتز زي ما قلت انا مش عايزة ان احنا نحفظ الجدول ولكن بنتي سكوب على بعض الحاجات يعني مثلا اكون عارف اصلا لما اقول لك يعني اقول لك مثلا ميري ده او بيرجز مانس من السيستيماتيك باكتيريولوجي اربعة وتمانين ستة وتمانين آآ عمل كلاسفيكيشن البروكاليوت الى ايه اربعة ديفيجن تلاتة ديفيجن خمسة ديفيجن هتقول لي لا اربعة لازم تكون عارف القصة دي طيب آآ هنقول مثلا جراسي كيوتس الجراسي كيوتسي ده سب ديفيجن هل يخضع الى بيرجز مانوال ديترميناتف ولا بيرجز مانوال سيستيماتيك لازم تبع عارف انه هو لسيستيماتيك وهكذا فازم بقولت احنا مش هنحفظ ولكن آآ يكون في عندنا التانشن للحاجات المكتوبة آآ الحاجة التالتة اللي هي بيرجز مانوال وفي سيستيماتيك باكتيريولوجي في عندي بقى ساكنتيشن فوليوم واحد لعالم آآ بون آآ آآ ألفين وواحد وفوليوم اتنين بارتت اي و بي و سي آآ لبرندر آآ اتال ألفين وخمسة وفوليوم ثلاثة الفوز اتال ألفين وتسعة وفي الحقيقة النوع ده من من الكتب آآ عامل كلاسفيكيشن الملوك بيز الملوك الكراكتريزيشن والداني اناليسيز بناءنا عليه البروكاريوت هنا قسمها إلى نطقين من الأول كده إلى نطقين دومين ودومين وبناءنا عليه في صفحة في صفحة أربعين ابتدى بقى الدومين بكتيريا قسمها إلى تلاتين فايلة اتقسمت هنا إلى تلاتين فايلة دومين بكتيريا تقسمت إلى تلاتين فايلة أهمها اللي هو فايلة رقم 11 اللي هو بيختص بلجرام بوستيف كوكاين بسلاي وفايلة 12 اللي هو بيروتشو بكتيريا اللي هو بيختص بجرام نيجاتف بكتيريا وزي ما قلتلكم أنا وعايزكم تكون بالحاجات اللي أنا بقولها دي مش عايز أرى كل الجدو لإن أنا مش مطالباكو بس زي ما قلت إن إحنا نعرف الحاجات بالنسبة يعني تعرف إن فايلة 11 ده جرام بوستيف كوكاين بسلاي وفايلة 12 اللي هو بريتشو بكتيريا اللي هي خاص بي بكتيريا بسم الله الرحمن الرحيم هنكبهن مع بعض المحاضرة إحنا بعد ما قلنا التأسيم وقلنا وقلنا وبرجز منوال وبرجز منوال بكتيريولوجي هنبتدي نبتدي نتعرف على بعض الفايلة من اللي موجودة والحقيقة اللي مكتوبة عن دقف المذكرة هنا بيتبع التأسيم الأخير اللي هو بيرجز منوال بكتيريولوجي اللي مقسم البكتيريا إلى 30 فايلة فإحنا هناخد بعضها وهناخد منها المهم فمثلا على سبيل المثال هنفتح صفحة 46 هناخد فايلام فيرميكيوتس اللي هي بتاعت الجرامبوستيف بكتيريا وفايلام البروتيوباكتيريا اللي هي بتاعت الجرامبو نيجاتيف بكتيريا فهنبتدي بالفايلام اللي هي الفيرميكيوتس اللي هي صفحة 46 هنقرأ الخصائص العامة بتاعتها الفايلام فيرميكيوتس ده بيحتوي على 26 فاميلي 223 جنرا بيتميز برجد سيلوول ويجود الميراميك أسد في السيلوول طبعا وكمان التيكويك أسد لازم نعرف ان هو برضو موجود من اهم حاجة شكل الخلية بقى في عندي فينو تيبكال دايفرس اللي الفايلام دي فقالك الخلية ممكن تكون سفريكل ستريت كيرفت هليكل رود فيلمينس أهم حاجة ممكن تكون ويزور ويزاوة فلاجيلا وهي ممكن تكون فيها رزيستانت هيت اندوسبور أو ما فيهاش يعني هي ممكن يكون فيها سبور ممكن تكون بالنسبة لإحتياج الأكسوجين فأنا عندي فيه منها بيكون فيه منها فقالتاتف أو ريستريكت قلنا يعني معناها برضو والفرميكيوتس ممكن تكون ممكن تكون وهي برضو معظمها بيكون كيمو أورجانو كيمو أورجانو كيمو كيميائية أورجانو أورجانيك مطر تغذية فيه منها بعض منها بيقوم بعملية البناء الضوئي بس بنقول عليه الفوتوترافيك بكتيريا وبيكون الفوتسلس بتاعها أين أكسوجينيك لازم نعرف كده أين أكسوجينيك ملوش ما بيخرجش أكسوجين زي هناخد بعض الفاميلز هنقولها كده بسرعة حوالي ستة هنقولها أول الفاميل اللي هي فاميل بس الليسي بس الليسي هي بتحتوي على 18 جنر هالفاميل دي اللي فيها 18 جنر والخاصة بتاعتها ممكن تكون ايروبيكس ورفا كالتاتف ان ايروبيكس وقالنا برضو انها كيمو اوتوترافيك رودز جزء جرام بوستف سيل وابتحتوي على اندوسبور التيبكال جينس بتاعتها بسلس التيبكال سبيشيز بسلس ساطلس راحنا بنقول معلومات عامة وسريعة كده طيب فاميلة تانية الاستيريسي الاستيريسي هي رودشيبس شورت رودز سوري شورت رودز وممكن تكون فيلمنت جرام بوستف طبعا السيل بول بتاعتها بيحتوي على ميزو داي امينو باي ميليت ميزو تفرق ما بين المجموعات وبتحتوي برضو بتحتوي على في صورة ستري ستري تشين اند ميزايل برانش فاتي اسد يبقى بتحتوي على النوع ده من ده النوع برضو اللي هو لازم نفرق كده السيلول بيحتوي على ميزو داي امينو باي ميليت وبيحتوي على بيحتوي على اللي هو ستري 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 تشين اند ميزايل برانش فاتي اسد الاندو سبور ار نوت فورمت لازم نعرف على استيريا مفاش سبور اندو سبور خلاص كده بتحتوي على بتاحها بيحتاج الى نوع من الكينونز بيقول عليه مينا كينونز مينا كينونز ار دا سول رسپيراتري كينون بيحتاج المركب دا عشان عملية يكسروا ويعمل بي ويكسروا ويعمل بي عملية الراسپيراتري هوائي فقلتاتف ان ايروبك والجلوكوز بتعمل الجلوكوز بتخرج للكتوز وبعد البروداكت التاني تيبيكال جين لستيريا والطايب سبيشيز لستيريا مونوسايتو جينز هناخد بعد كده استفيلو كوكاس استفيلو كوكاس استفيلو كوكاس استفيلو كوكاس في عندي نوع مهم منها جدا باسوجينك بكتيريا مثل سيلين ريزيستان استفيلو كوكاس أوريس او مرس اي كابتال اي كربوها كابتال كله مرس اي وده نوع معروف جدا في الكتب وفي البحث انه هو نوع من ريزيستان بيقاوم من المضادات الحيوية اسمه ام ار اسي او مثل سيلين ريزيستان استفيلو كوكاس اوريس جيناص عندي استفيلو كوكاس استفيلو كوكاس في فهم لدي تانية اللي هي الاكتوب السلصي هي اللي فيها تلاتة جينرا جينرا الاكتوب السلص بارا الاكتوب السلص بيديو كوكاس اشكال بتاعت Robot ففهم يعني انها عندي بنت يعني منحانية يعني ممكن عصويات تكون طويلة او منحانية وممكن تحتوي على برضو شورت باصل لاي تكون شورت باصل لاي او بلق عليها شورت كورين او كوكو باصل لاي وممكن تكون سفيريكل ممكن تكون سفيريكل سيل يبقى هي فيها اختلافات في الشكل ممكن تكون لتشين ممكن تكون لتشين معادة البيديو كوكاي بتتكون لتترد وهي non sporforming gram bostive bacteria non sporforming gram bostive bacteria بتعمل fermentation للشجر وبقول عليها obligate سكارو كلاستيك microorganism يعني ايه يعني هي عايزة انواع معينة من الشجر او الكربوهادريات محددة obligate خاصة بيها جدا عشان تعمل لها عملية fermentation بتديني في الاند برودكت تحف عملية fermentation لاكتيت وممكن اسيتيت وإيسانول وسانوكس CO2 فورميد ساكسينيد ممكن تعمل لي اوكسديس والسايتوكروم بتاعتها بيكون نيجاتيف والكمان الكاتاليس بتاعتها نيجاتيف وممكن تديني بعض الانواع ممكن تديني بسيدو كاتاليس ديست بالنسبة النتريشن بتاعتها فهي بتحتاج امينو اسيد بيبطايت نيوكليك اسيد دريفاتي فيتامين سول سفتي اسيد استر فتي اسيد كاربايدرس عشان تعمل عملية fermentation هناخد بعد كده الفاميلي اللي هي استريبتو كوكس بلاش اللي هي انتيرو كوكس هناخد فاميلي استريبتو كوكس فاميلي استريبتو كوكس لكتو كوكس اند لكتو فوم هي جرام بصدف فويد فويد سيل ورس سفيريكال كوكوي هون it has been ديترمايت سيل وال has been found to contain داي امينو داي امينو اسيد لايسين يبقى هي بتحتوي على ال داي امينو اسيد لايسين لازم نعرف الحاجات الفروقات ما بين الكائنات عشان لما نيجي ايه نفرع بينهم اندو سبور ار نوت فورمد هي فاقالتاتف ان ايروبيكس الطيب جينوس ستريبتو كوكس والطيب طيب سبيشيز ستريبتو كوكس بايو جينز دي كانت الستريبتو كوكس اللي هي كانت في صفحة احنا في صفحة تمانية واربعين طيب اخر حاجة هقولها دلوقتي اللي هي فاملي فاملي كولستري كولستري دي كولستري دي دي نعرف كده هي لا هواية اجبارية عصويات لا هواية اجبارية هي بتكون لاندو سبور بتكون لاندو سبور والاندو سبور بيكون سبور فيها لوسبسيفيك جين هي بتعيش نيترو فيلز الكالوفيلز الكالو سيرم الكالي سيرمو فيل مدريت هالوفيلك هالو الكالوفيلك بمعضة بيكون سلايتلي هي بتعيش الكولستري دي بتعيش في طبعا بصب بصو جينيس دي بتعيش في وفي المينيور وفي السيواج سلاج وفي الفريش ووتر والمارين سيدمنت والسولت ليكس وبتعيش كمان في الهيومن بتعيش في الجسم الإنسان وبالتالي فهي بتسبب بصو الجينيس بالنسبة طيب جينس كولستريديم طيب سبيش كولستريديم بيوتريك بيوتريك كولستريديم بيوتريك